موسيقى شاهدت قناة الأخبار المغربية اهلا بكم في الاقتصادية قدمت شركة الخطوط الملكية المغربية بتونس رؤيتها الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز وسطولها وشبكتها الدولية في أفق عام 2037 الشركة استعرضت خلال حفل نظم مساء السبت الخطوط العريضة لهذه الرؤية التي تستهدف وسطولا من 200 طائرة وشبكة من 143 وجهة من خلال افتتاح خطوط متوسطة المدى وطويلة المدى في أربع قارات أفد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل الأورو بنسبة 0.77% وبنسبة 0.89% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من السابع إلى الثالث عشر من دجمبر الجاري بنك المغرب أوضح في نشرته الأسبوعية الأخيرة أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية منقصة في سوق الصرف ارتفع تسعر النفط واحد في المئة خلال التعاملات اليوم لاثنين مدعومة بانخفاضية الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الامدادات جراء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر زادت العقود لأجل لخام برينت 78 سنتا أو 1.02% إلى 77 دولار للبرميل فصل 33 في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيطة لأمريكي 72 سنتا أو 1.01% إلى 72 دولار للبرميل فصل 15 سعدة تسعر وذعب اليوم مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق ندى الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول المصار الذي يسلكه مجلس لاحتياط الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقد الأسبوع الماضي كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.2% إلى 2023 دولار للأوقية فصل 13 فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2036 دولار فصل 70 نهاية النشر الاقتصاد اليوم مشاهدينا نشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر